العلد حافظت جبل يا أحمد أوف يا لأ تمام يا فاني بقولك يا علي أمرني يا فاني ركزني في وش اللي وده كده كويس هو ده يا فاني هو ده اللي هرب من قوات وقوم الكمين ما حصلش ما حصلش يا باشا أقسم باللهل علي العظيم ما أنا يا فاني بحضرتك أكيد مشبه علي أنت متأكد إن أنت وأطلعك من ورس مليار واحد عليه أمرني يا فاني البيت دي اللي كانت معها ساعة الواقع وأنا مش هي يا ركز مش فاكرة يا فاني أنا ما كنتش مع حدنا أول مرة أشوفه النهاردة أه يا زبالة يا واطية لا هي يا باشا اللي كانت معايا وبلغ مرة اسمها يا هند وزكرة في المعادي إيه ده يا لأ وطي صوتك إنت بتتكلم قدامي ألو أه يا فاني حاضر يا فاني سواني وبقى قدام ساعة فضل فضل بس مااش حس حد فيه كل حد ما رجعك مش أنت أه ده أنا أنفخك ما تفضله فضل 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 إيه حبيبي؟ اتأخرت ليه قوي كده؟ مايش حبيبتي قبل ما رفيت على زماني دي وديت له كل واحد أمنطل وكله تمام؟ قصدك إيه؟ قصد يعني أنك روحت من الناس كلها وكله تمام يعني؟ أه بحطرهم كلهم طيب أنت شاكلك كده جعيني خمس دي ويحضر لك العشرة ساني بس تعمل عشرة ولا إيه؟ لا أنا كنت جبتوا كده من المطعم هنا قريب من هنا بس الأكل هيجبك قوي خمس دي ويحضر لك العشرة مطعم؟ أنا أمرت كده برضا انت أبدا هتعمل لي عشرة إنتي كان إنتي؟ إنتي متصورة أن أنا ممكن أوافق إنك تسافري مع أصحابك لوحدك؟ وما توفيش لي يا ماما هو فيه إيه؟ هو أنا بقيت عيالة صغيرة على فكرة دلوقتي أنا عندي 21 سنة يعني قانونياً في القانون أنا مستقلة يعني أقدر أعمل كل اللي أنا عايزاه قمضي الشيكات، أسحب فلوس من البنك هتعمل مع بنوك، أعمل اللي أنا عايزاه ليك يا ماما؟ وأنتي حدا قالك أن أنا راح أصايف بقى مع صحابي وانزل المية وتفسح وكده أنا راح أسفرية شبن، راح أوسع الأبلاين بتاعي راح أمكان تاني جديد غير القاهرة ممكن أفتح ماركت فيه كده؟ قولي كيما أنا أساساً مش فهم أنت بتعميلي إيه يا حبيبتي وما ليش دعوا بكل الكلام بقى إحنا الحمد لله مستورين ومش محتاجين فلوس فلوس؟ هي الفلوس اللي معنات دي يا ماما أصلاً أنت مسميها فلوس؟ الحمد لله نبوس إيدينا وش وظهر عندنا مبلغ كويس في البنك يعيشنا مستورين وأبوكي قبل ما يموت جايب لك شقف زهراء المعادي 300 متر ده غير عربيتك اللي كل أصحابك يتمنوا أنها تكون عندهم لا يا ماما مش دي الفلوس اللي ما بتكلم عنها أنا بتكلم عن الفلوس اللي بجد يا ماما الملايين، الملايين الكثير قوي دي يا صلاة وانت بقى الإنترنت بتاعك ده هو اللي هيخليكي أوبرا وينفري وهيبحدك الملايين؟ آه طبعاً وما يخلينيش كده ليه؟ عارفة أنت بتقولي كده ليه يا ماما عشان أنت مش فاهمة يعني إيه إنترنت إنبسمنت دي حاجة أنليمتد يعني ملهاش حدود يا ماما وبكرة العالم كله هيعيش في عصر اسمه عصر الفيرتش والريالت يا ماما بتانتي ما تدخلينيش في مدهات أنا مليش تعوى بيها سفر مفيش سفر وبعدين أنت كل حاجة بتعمليها في البيت اللي جد يعني؟ لا الهاتف الذي طلبته غير متاح حالياً من فضلك حاول اتصال في وقت لاحق هو إيه حكاية بالضبط؟ قلتين قفلين تلفوناتهم من مبارح؟ ليه؟ يلا حظاً وبعدين بقى هامل إيه في الوصطف اللي معادي لو خلص الهاتف الذي طلبته غير متاح حالياً من فضلك تكلميني إيه ني خضتني؟ قولي خضك هوي كده عشاني سيبك ني نجوه في القودة أبوست لقيك ورايا؟ أبوست لقيك أبوست لقيك ليه ? زي أنت صاحبتي أنت صاحبتي؟ أنت صاحبتي دي الكلمات وأنت صاحبون أجل أنهم كده إيه اللي أعم هي يا حياني؟ والحجل بنتا كانت بس قفلت مياتفنا من مبارح فكنت عايز أوستطمن عليها طيب اعطي الفطر عشان نازل لازل راح فيه البانك طيب يلا عشان نفتر بقى حاضر يا فندم حاضر مع السلام يا فندم مع السلام خير يا حسام الحقيقة باشا هو مش خير ابدا اه عرفت انت جايلي ايه وازاي سعدتك النيابة تخلي سابلهم بالسرعة دي فيه ايه وهو انت مقدمتش في القضية اي احراز يا ساتر مقدم يا باشا انا قابض على العال وهي بتقدي مخدرات من التجار وقابض على العال معهم البودرة بتاعتهم حلو التجار بقى اللي انت قابضت عليهم دول كان معاهم مخدرات امه اللي عال كانوا بيشتروا من مين سعدت اللي هو رد على سؤال يا حسام التجار كان معاهم مخدرات يا فندم ما هم الطبيعي جدا هم المنطق واحنا بنعمل مدهمة وبندرب عليهم نار عشان نقفض عليهم هيربوا البودرة في اي حتة في الجبل خلاص يعني قضية من غير احراز التجار من غير مقدرات قضية في شنك يا دوبك اللي عال اللي هم يتقابض عليهم هم بيشتروا دول يتعمل لهم قضية تعاطي بصراحة فندم انا مش قادرة اخطان عبق اللي بيحصل ده في حاجة غلط بصدك ايه؟ اقصد ان منطقة السحر والجمال خط احمر في حد حميهم يا باشا اه بص يا حسام هات القضية متضبطة ومتقفلة صح وهوريلك هعمل فيهم ايه على فكرة انا ما عنديش خطوط حمرة القانون بيمشي على رقبة الكل حتى لو كانوا مين صباح الخير يا مام صباح النور هوا انت خرجة ولا ايه؟ اه طبعا رايح المستشوى بعد كده هعدي على يده ايه بس دي الظروف تخرج فيها؟ هم لها الظروف بس يا ماما وبعدين هم العيالين زنبهم ايه بالظروف اللي انا فيها يعني واحد عنده بروتوكول علاج هقولهم علش مش هقدر علجك عشان جوز تجوز علي وانا مش في المود ايه بس انت كده بتتعب روحك قوي ما تخفيش علي يا ماما بنتك قوية وبعدين بيني وبينك بقى انا مش شايفة ان انتو تعطلوا نفسك وخالص انتو هدى وتفضلوا قاعدين معايا هنا انا كويسة ارجعوا اسكندرية وانا لو احتاجت حاجة هجيلكم انا كمان محتاجة فايا ارجعوا اهو كلام مبناخدش مني غير كلام لا بتيجي ولا بنشوفك ليه بس كده يا ماما ما انا خلاص بقيت سينجل لا بقى ليا جوز ولا لوز ايه رأيك بقى تاني يا راجعة انت لسه مصرعة اللي في دماغك انا مش مصدق يا ماما انت لسه بتكلمي في الموضوع ده لغاية دلوقتي اه اه رائع في الصباح خير صباح الخير يا راكي أخبارك إيه؟ وزي يا أمكي؟ آه الحمد لله أحسن بس مش عارفة أوليك يا والله يا راكي نتاية بعدين قلت للدكاترا هناك في المستشفى يجبوا لي كل الأشعة وكل الحاجات اللي عملها عشان أديها لعن مزورش بعضها الماركو في أمريكا وشوفوا لنا أي حلول جديدة أيوه صح دي فكرة كويسة أبي بس المهم البوليس لغاية دلوقتي معرفش مين العمل كده لا للأسف معرفش مهم طمميني عليك أنت عاملة إيه؟ أنا تمامي راكي قديني عايش معلش لو فيها تطفل مني يعني سمعت إن فيه بينك وبن حسن مشاكل خير آه فعلا خير يعني خير كل اللي يعملوا ربنا خير يا راكي آه يعني لو هيسأ أي حاجة أنا في ظهرك على طوله وهاي في جمك أنا متأكد خلي بالك من نفسك وانت كمين باي باي أوسكار باي 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 جران ها؟ جران سامع انت وساكت صباح الخير يا باش مالس صباح النور روان البحيري صحفية وانا حمدي معاها يا حضرت يعني ايه حمدي معاها؟ لا مش اسمي حمدي معاها اسمي حمدي السيد أنا معاها معاها عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه؟ لا لو ايه؟ انت بتخيل ان انتوا تعملوا حوار دلوقتي؟ انتوا جام معانا في الشارع يعني؟ في الساعة 9 الصبح نعمل حوار يعني؟ مال ايه يعني؟ باش مهندس نتفاهم طيب؟ مفيش نتفاهم يعني اظن فيه خصوصية يعني صحة ولا ايه؟ مش كده؟ ها؟ ما حضرت ايه؟ حاجة معاها حقق ياسفين لا لكم ايه الكلب فيه؟ لا 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 انا ماليش حاجة طب اتفضل اتفضل ماشي يا باش مهندس اتفضلوا ماشي مريان 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 كان لحبتي إيه يا حبيبي؟ إيه كل ده؟ دي شوات حاجات بسكيزة كده للبيت أصل فتها عالبانك وجيبت فلوس أنا ما عافش نأصرفت كام أساسي موسيكي بقيت الفلوس في الزر شلال يجوه موسيكي بقيت موسيكي بقيت تعال يا حبيبت عشان قريت لك شيء ما أجبتها موضي الحبيبت جايلك حلم ريم تي راحة فين راحة وقعد مع صحابي شوية في حاجة لا مفيش حاجة أنا بسألك راحة فين خارجة راحة وقعد مع صحابي في كافية عشان مخنوقين وعايزين نفك على نفسنا شوية الموضوع ده مدايقك لا يا حبابتي مش مدايق على حاجة اخرجي زي ما انت عايزة بس من فقلك أول ما توصلي كافية تعمليه فيديو كول على الطريق أعملك فيديو كول لا بص يا ماما انت كده قفوارتي جامد جدا جدا ويعني كده كتير كيفية الخانة قال لانت معايشاني في يدي يا ماما انت ناقص تحطيلي كاميرات تصنط وأجهزة تصنط في كل حتة على فكرة أصحابي هريني طريقة ليه النهار بسبب اللي انت بتعمليه ده حبابتي أصحابك دول أهلهم مش عايزينهم دول صيح أنا بقى محلتيش غيري كنت يا ماما حرام عليك بقى حرام عليك يا ماما انا حفضل في الواكسة السوداء لانا فيها بقي لحد ما تجوز ولا تختم واكسة دا إيه التربية لهباب دي طب إيه رائق بقى انك مش خرجة والله ممكن تخرجي بس في حالة واحدة ايه بقى هو بس عشان انت تعبتي وحطتي ماكياج واخد امعاد من أصحابك بتقول لي يا أنا أسفة أقول لك أنا أسفة؟ أيوة هو دا الموضوع يعني؟ أيوة طي أنا أسفة أوكي ممكن أمشي؟ هم؟ مفضل شكرا ما تتأخريش هيا سنة، لسه فضل حالات برة؟ فضل حالة واحدة بس، يا سينة عبدالرازب بس شكله مش كويس يا دنيلة خليه يدخل حاضر في إيه مالك يا سينة؟ أنا مش عارف يا دكتورة أنا جسمي كله مكسر ومنعمل طب 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 قعد قعد هو أنت عملت في نفسك إيه دينة؟ يا لهوي موسيقى 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 الحمد لله السلام الله يسلمك أنا متشكل جداً يا دكتور أنت عارف أنت كنت هتعمل إيه في نفسك؟ كنت هتموت نفسك غصب عني ما فيش حاجة اسمها غصب عنك في حاجة اسمها إرادة الحمد لله المرة دي عدت على خير بس ما تهيقليش المرة الجاية ممكن تعدي يعني إيه؟ يعني أنت لازم تتحجز في المصحة ومش باختيارك على فكرة ده بالأمر إلا بقى إذا كنت أنت بايع نفسك ده موضوعتين عايز تعيش ولا عايز تتكل على الله؟ أعيش طبعاً خلاص يبقى تسمعك كلاً كدبت نفسي ألف مرة أما لديت الفلوس نقصة أنا بوصلها على أخوز أحبيدي قلت أكيد أول غلطة أما مش معقول مش معقول مريان بنت عزي تتين بينا تيم بالمليونير المعروف حالي تسرق وتسرق مين؟ بوصلة بوصلة بنهير الدب أخراسي خالص أخراسي أخراسي إيه؟ هتكدب عليها تاني؟ هتمن ساعت مرجعت وأنت بتكدب عليها في كل حاجة؟ أنا من يوم أجيت وأنا شايف واحدة تانية اش مراطي اللي مستنياني مراطي حبيبتي انت مين؟ انت ميران حبيبتي؟ ولا ما اسخي منها؟ انت مين؟ انت مين؟ على فكرة انت كده توتها قوي خلاصي خالص ولا كلمة؟ ايه؟ فكرة انك هتحكي عليها تاني؟ فكرة انك هتكبري عشان انت بقى بنت المليونير المعروف واللي الفلوس بتجري تحت رجلكي اللي مش ممكن تسرق ام؟ انا بس اللي واجهني بل اللي واجهني انا مش هعارف انا قصرتي معاك في ايه؟ قصرتي معاك في ايه؟ سنين غربة سنة وارة سنة وربنا واحدة اللي احلم ربنا واحدة اللي احلم الواحد كان بيقضي الله لك ازاي؟ انت كنت بحرم نفسي من كل حاجة عشان تعيش انا ملكة ملكة مش عايزة حرمت من حاجة عشان ما تحستيش بالحرمان ملكة ملكة وارة ملكة 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 ايه؟ 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 ربط عليّ! عشان تسريني! ربطي! يا جودة بنت تؤمر ما انت عارف شعر عز الدين نديم عيش! بسيب الناس تعيش! ما انت عارف يا جودة بيه! انا كلمتي واحدة! خصوصا مع حبيبي! ماشي! ماشي حبيبي! مع الف سلامة! نعم راضي! إيه اللي أخارك قوي كده! بس يا الخير على معليك يا فم ديتك! ام! انت راجل انت مش حدأتvous. انتวلك كلمة انت فندينا! وملى بس يا فندينا! نعم!! بتحسسني ان انا راجل مقتاعي! انت راكب الكريتة بتاعتي ونازل على الفلاحين بالكرباط! يهي! حشال الله غالي! تا انت الاخلاق والتوادع كلهم! ماشي يا عم related! قول لي بقى ايه الاخبار مالك يا رادي انت في حاجة عايز تقولها اه لا تمام ساعدتك كله تمام الجماعة تزبطوا وبدعوا لك طيب تمام انا كمان جودت بيه يكلمني وطمنتوا معقول معقول هو محتاجي تطمن بقى لكله ايه دي اول مرة وانت عارف بقى الليلة عمراض لازم يعمله شوية دول علشان نتوسط اكتر من كده لا قول لي انت عرفت حكاية المستشار سابق طبعا دي الدنيا كلها مقلوبة عن الموضوع ده تفتكر ارادي مين اللي برا الحكاية والله هو ناس كتير بتقول ان عماد وصفي لا 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 عماد لا عماد ما يعملش كده لا فكرة ده جبان رجل بيخاف من خياله عندك حق ام عليك عندك حق طيب من عايزك يا رادي تعرف لي مين اللي ورا الحكاية دي وكمان تبعد بوكي ورد باسمي المستشار سابق اوامرك افندين فيه يا رادي مالك بشكلك كده عاوز تقول حالي قولي والله هو هو انا ليه طلب عند ساعتك وياليت ما تكسفنيش فيه فيه يا رادي اتقول وتخلصني بريان رادي اوه هتكون كلمت البنت دي معقول بردك ده ما عليك ما حلفني انا اكتب ربنا مال بتجيب سرطها ليه بصراحة انا عايز معاليك تحليني دي القسم ده ليه يا رادي انا بيتكلمها ولاي مال بساعتك عارف ان انا اللي مربيها بصراحة بقى انا انا مش عارف انت ازاي قالت عليك كده مش عارف ليه مش عارف ليه مش عارف ليه يا رادي فيه هو انا برضو اللي خليتها تقصى قبل ابوها وتتجوز من مرايها بتحبه يا فاندين تحبه؟ حب ايه؟ حب ايه يا رادي وزفتي ايه؟ مال خليه نفعها بكرة تشوفر هتجيني هتجيني وهي نبانة بس الاسف ساعتها ببيحكم مقفول يعني مفيش فهدا؟ انا مش عايزك تجيب لي سيدة بنتي بيك فهمك؟ انا خلص ماليش بنات انا ماليش بنات انا ماليش ابني تامر عز الدين نديني ما فكرة هو لسا زلية محتاج رعية منه يا فدم ربنا احفظولك ويباركلك فيه بس برضو يعني دفر عمره ما يطلع من لحظة بقولك يا رادي هو انت يا اخي كل ما تشوفني راية ومزاجي مزبط لازم كده تعكلم علي اسمع اسمع يا رادي انا هقولك والاخر البنت دي خلاص صفحيتها تقفلت بالمثال هلا قد ما كنت بحب البنت دي هلا قد ما كنت بحب البنت دي هلا قد ما قلبي تقفل من محب يا احنا تاخر ناوي احنا لو قعدنا ساعة كمان الصبح حيطلع علينا يلا ام ام عينا يلا بينا المجلسي ترايه فيت مطرح مطاند هتسافر قبل معيديك اعملي هكت راك عشان هشوفها ايتم الاياترش